بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي طالبات وطالبات الصف الرابع الابتدائي أهلا وسهلا ومرحبا بكم في درس جديد إن شاء الله هنأخذ النهاردة الوحدة الأولى الدرس الرابع بارت وان طبعا إحنا عارفين المناج سنة الرابعة يعني مناج جديد ومليان فإحنا برضو بداخلها درس درس شرح وحل على الدرس لدينا مجموعة كلمات هنكراها مع بعض مثلا كلمة تي تي لو الشاي هاني هاني عسل أوت أوت اللي هي حاجة اسمها الشوفان إنجريديانتس مكونات أو مقادر للطبخ عندها كلمة كوكيز كوكيز ده الكحكة المحلة فلاب جاك فلاب جاك فلاب جاك دي فطيرة أو كحكة محلة بس بتعمل في بريطانيا إن بريتش اللي هي فطيرة بالشوفان أبارتمنت أبارتمنت لي شقة سكنية بطر بطر لي الزبدة لدينا مجموعة كلمات تانية موجودة تحت نقرأها مع بعض بليت بليت لوع طبق مسطح إيجيبشن إيجيبشن مصري بريتش بريتش لوع بريطاني بيك بيك يخبز ريسيبي ريسيبي ليه وصفة للطعي طعي الطعام ديزيرت حلوة في فرقة عندنا بين ديزيرت ليه صحراء بحرف إس واحد أما دي ديزيرت ليه الحلوة أو التحلية بضبل إس نكستايم نكستايم للمرة القادمة بين الألاية أو المكلة أوفين لوهيت أوفور لوهيت على حرارة درجة حرام منخفضة اسمها أوفور لوهيت سكوير مربع سكوير إكسايتد متحمس أو مفور إكسايتد عندنا برضو بعض تصريفات الأفعال فعل مضوارع وماضي وعندنا نعمل أفعال في فعل Irregular verbs وفي أفعال Irregular verbs Irregular verbs هي الأفعال العادية اللي بنحط لها دي أو إي دي أو نحول الواي وصفة آي إي دي وفي أفعال غير منتظمة اللي بتحتحفظ زي ما هي عند ميلت ميلتد آد آدد سلايس سلايسد ري بانت ري بانتد ري بانتد ري بانتد ري بانتد دي أفعال عادية أما الأفعال الغير منتظمة أو Irregular زي فيل فيلت ساي سيد ري بانتد لدينا درس الكراءة نقرأه مع بعض طالما تعودنا الكلمات هيبقى الكراءة على الدرس السهلة معنا عندنا Italia learns to love flapjacks منت اسمها تاليا ديت from Egypt أو سوزان from British. أضوة تاليا اسمها تاليا ديت from Egypt أما سوزان from British. ننقل على هذا «تاليا و سوزان عارста إعجابة كما جائدين تاليا تاليا مصرية و سوزاني بريتش بريتانية بابا تاليا و بابا سوزان اتنين أصدقاء بيحدثوا مع بعض كثير بيحدثوا مع بعض كثير بيحدثوا مع بعض كثيرا عندما يقولوا ببعض بوزعلنين جدا عندما يقول بعض مع السلام لكي يفرقوا بعض يبقى تاليا اللي هي فروم ايجبت راح تزور سوزان اللي هي فروم بريتش في شائتها تاليا is excited كنت مظهرة جدا بطشي إذا بتورد ولكنها قلقة قلقة من إيه؟ قلقة بتقولك what is British food هو الطعام البريطاني خايف هيكون مثلا مش حل does it taste good هل هو مذاكو جيد سوزان says please سوزان بتقول من فضلك have something من فضلك have something تناولي بعض الشاي would you like flapjack هل تأجيب لك شوية flapjack اللي هو الكعكة المحلل البريطاني my mama and I made them أنا وماما أمناها سوزان طبعا has a blade in her hands سوزان البريطانية جايبة معها طبع في مجموعة من الفلاب jacks on the blade there are big square cookies في فطير أو كحكة محلة كبيرة شوي تاليا looks at the flap jacks تاليا مصتنا كدو تاليا looks at the flap jacks سوزان بتقول I am I am very happy you made them for me أنا سعيدة جدا هل أنت صنعت دا من أجلي but what is a flap jacks إيهو الفلاب jacks she asks سوزان says they are cookies دي كحكي محلة I made I make them with oats بالشوفان butter زبدة and honey والعسل try a little try هنا معناها دوء القليل منه try a little تاليا's mom smiles too mom تاليا ابتسمت وقالت how do you make them كيف تاليا's mom smiles too تاليا tries a flap jacks قربت تحط رأتها كده it's delicious لذيذة جدا I love it أنا حبيت she says how do you make them بتعملوها ازاي سوزان says it's very easy سهل جدا next time you visit us المرة الجاية لما تكتزرونا we can make them together نقدر نعملهم معا تاليا says what a great idea نايا لها من فكرة جيدة بيت جبا 54 فور جايب لك الطريقة اللي يبن ممكن نسنع بيها الفلاب جاكس فلاب جاكس سوزان زي ريسيبي فور فلاب جاكس الطريقة او ازاي اعمل الفلاب جاكس بيعملها ازاي قال لك this is how شوزان and her mom make فلاب جاكس دي الطريقة اللي شوزان وممتها بيعملوا بقى الفلاب جاكس ملت بقى بطر sugar and honey in a large pan over low heat يعني انت تجعل الزبدة والسكر والعسل يدوم في مقلاة واحدة كبيرة ولكن على نار هادئة اعملت هنا معناها يسر او يذوب add oats اضف الشوفان and salt and then stir will يعني نحط ال oats الشوفان والملح وبعلي كده قلب كويس جدا bake for 20 minutes اخبزهم يعني نحطوهم في الفرن لمولة 20 ديئة when the flap jacks are cold لما يبرد شوية slice into small squares حاول تقطعها لمربعات بسيطة عندنا بقى on page 55 احنا قدية vowels في حاجة اسمها vowels اللي هي الحروف المتحركة دلوها بقى listen 4 part 2 يجبلك pronunciation النطق عندنا في فاول للحرف المتحركة اللي هي a e i o and u عندنا الحرف المتحركة فيها short فاول وفي عندنا long فاول short فاول اللي هي بتنطق قصيرة the letter a makes the sound a a زي كلمة bag 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 أما عملها long فاول لما تبقى a a a لما تبقى a وحرف في النص و e زي كلمة cake 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 با كلا عندنا حرف i the letter i makes the sound e the sound e the sound e زي كلمة rice rice يبقى تبقى i i لما تبقى i وحرف في النص و e تبقى كده the letter o the letter o makes the sound o make the sound o زي mom 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 أما لواء o وحرف النص e تبقى o طويلة o زي كلمة nose nose beige 56 beige 56 كويز الفونيكس مثلا rice نقصة e i e nose o e يبقى دي long i دي long o mix نقصة i دي short i cake e دي طبعا long e سؤالي بعده يقول لك read and circle the long vowels عندك move فين long vowels يعني اقرأ دائرة حول الأصوات المتحركة طويلة ولا سنة القصيرة طبعا move o حرف النص e long big short sad short like i وحرف النص وقيد long ride i وحرف النص وقيد long map short fix short rube long يبقى عندنا الثلاثة long vowels move like ride rube page 57 في عندنا حاجة اسمها بريفيكس بريفيكس ديت يعني البادئة بادئة الكلمة أي أنها تأتي قبل الكلمة يبقى إذا ما لأت الفعل بـ re معناها again again يعني بعيد الفعل مرة أخرى زي replay قاعد لعب reread قاعد كرائت redo قاعد فعل هنا بقى عندلك كلمة هيا do بقى تريدو write rewrite يعني قاعد مرة أخرى paint repaint إعادة تلوين مرة أخرى he painted the room again يبقى he repainted the room شيلت أجين وحطت قبل الفعل ري he cleaned his bike again أشيل أجين وحط RE تبقى he reclaimed his bike إكوزي لما قد تحت the colors of the room are not good he will remake ولا repaint ولا reclean ولا reread رمك يعد صناعة repaint يعد هان ركلين يعد نظافة ري ريد يعد كراعه طبعاً اللون مش حل يبقى هيعد تلوينه تانى أودانه يبقى repaint his car is dirty سيارته ليست نظيفة he will it يبقى هيعد نظافتها dirty بقى مش متسخة يبقى reclean it please not the flapjacks قاعد سماعة flapjacks يبقى remake the story is interesting القصة الشيكة يبقى she will reread it هتكراها مرة أخرى reread it كلها are if قبل الفعل معناه إعادة الفعل نحل عليها السئلة الموجودة بس طبعاً السؤال الأول the listening يعني استماع فأنا هكذا معك الاستماع الأول تاليا and Suzanne are good friends تاليا is Egyptian and Suzanne is British دانيا مصرية Suzanne بريطانية تاليا and her mom go to the go to Suzanne's apartment تاليا وما متها راحوا سائت سوزان تاليا is excited مسارة but she's a bit worried قالك نوعاً ما نحل مع بعض نطبعاً بيت 58 تاليا is from Egypt طبعاً true عنفن نتاليا from Egypt أما Suzanne from British تاليا is excited طبعاً true she is excited she is excited but she a bit worried سوزان goes to تاليا's apartment هل سوزان لراحت تاليا؟ طبعاً لا تاليا لراحت هنا false هنا عايزين نعمل read and order نعمل order and write نعمل تكتبة هذه الجمل عندك outs stir add and will نبدأ بadd يعني نضف إضافة يبقى add عرف الفعلي هنا فعله أمر في أول جملة يبقى فعله أمر add عرف هنضف إيه add outs عرف بشي يعني نبدأ بشي يبقى she cleaned she الفاعل نضفت نضفت إيه فينه مفعل به hair bike مرة أخرى إيه again طبعاً يمكن أشيل again وأقول she reclaimed hair bike number three هنرأ بثالية طبعاً ثاليا 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 ليرنيز اتعلمت اتعلمت ليرنيز ليرنيز توميك فلاب جاكس جاكس رأي وقوم بإمكانك التقصير مع قلات من الكتابات قلوا تقلوا إيجبسان محمد ووانغ هم جديد محمد ووانغ محمد ووانغ مجموعة وانغ صيني ووانغ محمد إيجبسان نمبر أحد محمد إيجبسان ووانغ مجموعة محمد إيجبسان إيجبسان أيضا محمد إيجبسان إيجبسان الاتنين بكلامة بعض كثير يتحدثون هنا فيهن توق they talk together a lot they are sad when they say goodbye بقزعلنين لما يقول البعض goodbye بقى السلام باج 59 داليا و دماريا جميع أصدقاء داليا هي إيجبتان و دماريا هي بريتش داليا يذهب إلى ماريا داليا هي مجموعة إنهم يتبعون تاة ماريا لديها ماريا لديها ماريا معها طبق في إيدها ماريا لديها هناك كبيرة مهما تسمى فلابجاك ماريا لديها مع أوت و أسرع و أمير داليا أحبت فلابجاك داليا أحبت فلابجاك نشوف بها داليا هي من إجبت والفرنس والإجنا والإمريكا هنا داليا هي إجبتان داليا هي من إجبت نمبر 2 ماريا إيز أندي ماريا إيز بريتش فرنش والإيجبشن والأمريكان ولا بريتش طبعا بريتش زي ما نقول في الإيه في القطع يو نيد بتحتاج إيه توميك فيلاب جاكس بتحتاج أوتس الشوفان ولا فيجتابلز ولا أبوز ولا صوت طبعا ما عرف إن فيلاب جاكس دا كوكيز ويز أوتس أوتس اللي هو الشوفان what does maria have in her hands كتشي لايه في إيه ديها maria طبعا maria أبدأ بالفعل maria has a plate معها طبع in her hands what are the big square كوكيز called المربعات الكبيرة ديت اللي الفتاة اللي اسمها إيه أقول زي زي ما أقول عندي في القطع فو are vegetables خضروات well are big square cookies فطير محلة كبير well his bike well are good friends well into small squares طبعا هي بقى and the toka are good friends يبقى هنا نمبر وان flap jacks الفتر المحلة طبعا are big square cookies نمبر 2 slice the flap jacks أطع الفلاب jacks into small squares المربعات صغيرة he reclaimed he reclaimed قاعد نظفة a his bike هنا نمبر 4 after that the following sentence يجريب لك جملة يجريب لك أعمل لها bank tuition طبعا المعروف السطر الأولاني الحرف هنا في الجملة يبقى كابتل يبقى هنا W كابتل واكتب الجملة what is your favorite Egyptian طبعا E كابتل يبقى عندي W Egyptian desert وفي الآخر question mark السؤال بعد كده ال paragraph يجيب لي كلمات أكتب منها ل guiding words عندي melt honey sugar oats طبعا زي ما موجود عندي في الدرس كل حاجة دي موجودة في الدرس أكتب زي ما موجود في الدرس how can you make the objects أول حاجة melt the butter melt the melt سألتنا the butter أنا أكون بصهر البتر مثل وحدها طبعا ومعها sugar مثل وحدها برضو and honey in in a large bend over low heat بعد كده أعمل إي add oats oats اللي هو الشوفان add oats and salt اضط روت بعد كده أعمل stir well stir يعني أقلب well أقلب جيدا بعد كده bake 20 minutes for 20 minutes دقائق الصحيحة.